بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وألحقنا بعبادك الصالحين أخ يقول يسأل عن مسألة الالتزام والمواظبة والتقيد بالمواعيد واحترام الوقت فمشهور عن العربي عدم التزامهم بالوقت والمواعيد وقلة احترامهم للوقت هكذا يفكر الغربيون عن العرب والمسلمين عموما الحقيقة هذه آفة المسلمين العظمى وهذه ليست في الجميع إنما هي فاشية وذائعة آفة المسلمين في زمائنا هذا عدم الاهتمام بالوقت وقد صنف علماؤهم في هذا قرأوا إن شئتم كتاب قيمة الزمن عند العلماء للشيخ عبد الفتاح بغدة اقرأوا أخبار العلماء السابقين وهم يحرصون على أوقاتهم اقرأوا صيرة أبو الوفاء بن عقيل الحنبلي وقد ألف كتاب الفنون في ألفي مجلد تقول يعني كيف هذا عمل متواصل وقف على رجله وهو يعمل لم يرى له هذا أبو الوفاء بن عقيل ولم يذكر ولا يذكر في نفسي أنه لها فقط للعلم والتعليم اقرأوا سيرة الفقيه الكبير ابن النفيس الدمشقي وما أدراك ما ابن النفيس ابن النفيس هذا أصولي وفقيه شافعي من أطباء العالم العظام هو مكتش في الدورة الدموية الصغرى ابن النفيس الدمشقي هذا كان يضع رأسه في الجدار مع الأقلام والمحابر والأوراق ولا يقوم حتى تمتلئ تلك الأوراق بما في رأسه من علم اقرأوا إن شئتم سيرة شيخ الإسلام النووي وقد ألف تلك الكتب العظيمة ومات وهو في بدايات زمان الكهولة قرأوا إن شئتم سيرة الإمام محمد مرتضى الزبيدي الحنفي الأشعري الإمام الجليل إذا وصل كتابه تاج العروس إلى خمسين مجلدة وشرح أيضا إحياء علوم الدين وشرح وكتبه هذا الإمام المحدث الفقيه اللغوي الصوفي الولي الصالح كيف تحقق لهم ذلك؟ بالإهتمام الحقيقة يا أخي كل واحد مننا إما طالب أو أستاذ أو عامل أو موظف أو مراجع أو مراجع إيش يعني مراجع أو مراجع أنت تراجع دائرة حكومية والطرف الثاني مراجع هل يرضيك؟ هل يرضي الله سبحانه وتعالى أنك تقضي معظم الوقت الذي ترتزق منه بالعبث؟ وتؤجل المراجع حتى لا تعمل دقائق وتقضي مشكلته؟ ضع نفسك مكانه الله تعالى سيسلط عليك من كان على شاكلتك الاهتمام بالوقت والزمن الحقيقة في شيوخنا الذين عرفتهم الساتذتي شيوخي الذين تلقيت عنهم لا يوجد واحد منهم إلا وهو يهتم أشد الاهتمام بهذه الأشياء شيخنا العلامة علي جمعة في المؤتمرات في الندوات في المحاضرات لا يتأخر دقيقة واحدة دقيقة واحدة بل يكون على الموعد تماما وأذكر في مؤتمر حضرنا في القاهرة وقد كان رئيسا لجلسة وقد تأخر الحضور فجلس على منصة وبدأ يتكلم وتكلم عن قيمة الوقت وأن الأمة ما دامت على تفكر بهذه الطريقة إذا كان هذه النخبة نخبة المؤتمرين يتأخرون عن الجلسة فكيف بحال باقي الأمة أستاذنا الدكتور بوطي رحمه الله ما أذكر أنه تأخر دقيقة واحدة عن درسه يأتي في الموعد المحدد دائما ومحاطة بل أزيدكم من الشعر بيتا كان يعتذر وإذا لم يعتذر لابد أن يحضر إذا كان مثلا يعني هنا وحتى اليوم الذي استشهد فيه وقد حدثني من كان قريبا ذكرت هذا في سيرتي مع إمام البوطي قال له اعتذر اليوم فقال لا تتبع الدرس اليوم قال لا أستطيع لأني لم أعتذر ومات في ذلك أستاذنا الجليل العلامة المفسر المحدث الأصولي الفقيه الشيخ نور الدين عتر رحمه الله كذلك بل يأتي قبل الموعد قبل موعد محاضرتي وأذكر جيدا في محاضرتي أني ما أتيت إلا في الموعد تماما أو قبله بقليل أحيانا أتأخر قاصدا حينما أرى الناس لم يدخلوا بعد فأقف أخذ الدقائق حتى يدخلوا هذه الطريقة عدم الاهتمام بالوقت من العيب الكبير جدا أن نرى أمة مثل أمة الإنجليز تسبق المسلمين فيها المسلمين هؤلاء الذين نعيش معهم ووسطهم أما المسلمون السابقون فما كانوا كذلك أبدها كانوا أشد الناس حرصا على الدقائق قرأوا كيف مات أبو يوسف وهو وهو يدارس العلم يعقوب إبراهيم الكوفي صاحب أبي حنيفة يقول الراوي عنه فلما وصلت إلى عتبة الباب سمعت الصارخ مات أبو يوسف قرأوا كيف مات محمد بن مالك هذا صاحب الألفية قال محمد هو ابن مالك أحمد رب الله خير مالك هذا صاحب الألفية التي يحفظها الكبار والصغار في علم النحو يقول لولده بدر الدين يا بني اقرأ علي بيتين من الشعر القديم الجاهلي يحفظ شواهد وهو على فراش الموت فبقي يردد حتى توفي فقال له يا أبتي في هذه الحال قال نعم أن ألقى الله تعالى عالما خير من أن ألقاه جاهلا ذكر المقري هكذا ضبطها تميتين وهابي الآن يتنطط علينا وبعضهم يضبطها المقري لكن الصحيح وجدتها في خطه يتكلم عن جده ويضبطها بهذه الطريقة المقري المقري في كتابه نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب وقد قرأته بفضل الله كاملا يقول عن ابن مالك لم يرى ابن مالك إلا في علم أو عبادة إما طالب علم وإما يدرس العلم أو في عبادة الرحمن هؤلاء هم الذين خلدوا لنا هذا هم الذين أسسوا العلم وبهم قامت حضارة الإسلام هل تتوقع من القلق شندي وهو يكتب صبح الأعشى في صناعة الإنشى في أربعة عشر مجلدا ليشرح أربع صفحات كتبها مقامة هكذا فقال له يشرحها لنا ما فهمناها فكتب كل ما يتعلق بالإنشى من البداية إلى النهاية في أربعة عشر مجلدا هل تتوقع أن هؤلاء حصلوا ذلك بالراحة والعبث وضياع الأوقات يا طالب العلم يا إنسان يا مسلم تذكر قول قول الشاعر ابن هبيرة والوقت أيسر ما عنيت بحفظه وأوراه أيسر ما عليك يضيع أو تذكر قول أحمد شوقي أمير الشعراء دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني وتذكر وتذكر قول الشاعر يسر المرء ما ذهب الليالي وكان ذهابهن له ذهابا أو قول بعض السلف إنما أنت أيام فإذا ذهب بعضها فقد ذهب بعضك رأس ما للإنسان هو الوقت إني لا أستحي حين مار المسلمين على هذه الشاكلة ينبغي أن يدرب الأولاد على هذا شيخنا مع شيخنا الشيخ عادة جمعة كان واحد يعني الآن أستاذ في مكان عربي وهو يعني دكتور أرسله في موعد وآخر ثاني أيضا أستاذ وشيخ جلس يحضر يستمع للشيخ وقد رآه وهو يعده أن نلتقي معك في الساعة الفلانية كذا وكذا هذا رأي العين يعني أن نلتقي في المكان الفلاني في الساعة الفلانية والدنيا حر صيف في القيض في القيض وجلس هذا يستمع للشيخ والشيخ يشتح الدرس يتكلم حينما انتهى الدرس هممت بالانصراف فقال للشيخ تعال اسمح لماذا آتي والعلاقتي بالموضوع يريد أن يثبت شيئا ولعلها رسالة يريد الشيخ أن يعطيني إياها فقال لذلك الإنسان وعدته في الساعة الفلانية وأنت الآن جالس في الظل وفي الدرس وهو ينتظرك لذلك قال الفتاة فليس بمغن عنك عقد الرتائم أذكر لكم قصتها بإيجاز واحد كان ينسى وكل ما طلبت منه زوجته شيئا نسيه فقالت له يا أخي اعقد رتيمة الرتيمة ما هي يربط حبلا خيطا في إصبعه حتى إذا رأىه يتذكر لماذا عقد هذه الرتيمة فذهب إلى السوق ونظر إلى الرتيمة قال نعم والله زوجتي أوسطني فنظر إلى الرتيمة فنسي لماذا عقدها وعاد بخوف في حنين فقال لزوجه فقالت له هذا البيت وهو من شواهد النحو إذا لم تكن الحاجات من همة الفتاة فليس بمغن عنك عقد الرتائم نريد أن تكون هذه في نفوسنا أن نربي أنفسنا وأن نوطن أنفسنا على هذا نسأل الله لنا ولكم الفتح وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر